موسيقى مشاهدي ميديان تيفي مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين على إفريقيا عدد هام من بلدان القارة الإفريقية إما أجرت أو ستجري انتخابات رئاسية خلال العام 2024 ستشهد عدد منها تناوبا ديمقراطيا على السلطة حيث لم يعلن رؤساؤها الترشح احتراما لمقتضيات الدساتير الموضوع نتوقف معه بالنقاش والتحليل في محورنا الأول لهذه الحلقة وفي المحور الثاني نبحث كيف تتقاسم المملكة المغربية تجربتها في المجال الديمقراطي وفي مجال تنظيم الانتخابات مع دول القارة الإفريقية قبل بدء نقاش محورنا الأول نتابع هذا التقرير لريضا كريفي خلال شهر يناير وفبراير من العام الجاري أجرت جزر القمر والسينيغال تواليا انتخابات رئاسية الأولى أعادت انتخاب غزالي عثماني في منتخب السينيغاليون باسيروديو مايفاي كخامس رئيس للبلاد في 29 من شهر مايا الجاري تساعد جنوب إفريقيا لإجراء انتخابات عامة ينظر إليها على أنها ستكون حاسمة في مصاري ومصير حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم منذ ثلاثة عقود نهاية يونيو المقبل وتحديدا في 29 منها ستجري موريتانيا انتخابات رئاسية ينافس فيها الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني ستة مترشحين أغلبهم يثرشح للمرة الأولى في منتصف يوليوز ستنظم رواند انتخابات رئاسية كان رئيس البلاد بول كاقامي أول من قدم ملف ترشحه لها وسيبقى الباب مفتوحا أمام الراغبين في منافسته إلى غاية الثلاثين من مايا في أكتوبر القادم ستنتخب موزنبيق رئيسا لها كما سيتوجه الناخبون في غينيا بيساو إلى سندوق الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد في شهر نومبر من العام الجاري في نفس الشهر ستنظم موريشيوس وناميبيا انتخابات تشريعية ورئاسية فيما سينتخب الغانيون في السابع من دجمبر المقبل رئيسا جديدا خلفا لرئيس الحالي ناما أكو فؤادو ومعنا من إنجامنا المحلل السياسي أمين جبريل الوالي مرحبا بك مرحبا بك أهلا وسهلا بداية كيف تجد أهمية الانتخابات الواسعة المرتقب أن تشهدها عدد من الدول الإفريقية خلال العام 2024 حقيقة في سياق أهمية وتحولات جو سياسية فيها الوعي بأهمية المشاركة السياسية تعيش أكثر من 17 دولة أفريقية في أمم 2024 فصولا من مظاهر الديمقراطية تتمثل في تنظيم انتخابات رئاسية وكفلالية وتصنف أفريقيا من الدولة الأفريقية من الدولة الأفريقية الأكثر فقرة يعني من واقع العنف والقروب مستنقع الفقر الذي يضع أكثر من واحد أو أكثر من مليار وهذا هو الواقع الذي يريد الأفاريغ تغييره في هذه الانتخابات التي ستشهدها الدولة الأفريقية ستذكر 17 دولة أفريقية في أمم 2024 في نفس الإطار شاهدنا مؤخرا تناوبا ديمقراطيا حصل في السنغال قبل ذلك حصل التناوب في ليبيريا وينتظر أيضا أن يحصل آخر في غانا إن لم يحصل في دول أخرى مختلفة كيف ترى أهمية هذا التناوب الديمقراطي وإلى أي حد يؤشر على وجود توجه عام إفريقي نحو تجذير الديمقراطية هذا مؤشر كبير أن الدول الأفريقية التي شهدت هذه الانتخابات هو تحول من حالة إلى حالة حالة تعصي داخل الدول الأفريقية إلى حالة تجذل الديمقراطية في القرى الأفريقية هذا المؤشر يؤشر بأن غرب أفريقية هي التي تأخذ مش على الديمقراطية ومش على التغيير في هذه الدول الأفريقية هذا المشهد نفسه في غانا زي ما ذكرنا وفي دول أخرى وستتجير في دول أخرى من الدول الأفريقية التي تستسعى إلى التحول الديمقراطي السليم بين هذه الدول من دول إلى دول أخرى كما ذكرت هو واضح أن غرب أفريقيا تتوالى فيها عمليات التناوب الديمقراطي مقارنة بباقي مناطق القرى الأخرى برأيك ما الذي يفسر ذلك؟ يفسر ذلك زي ما ذكرت هو التحول الديمقراطي لهذه الدول ووجود تغيير حقيقي من قبل المنظمات والمجتمع المدني والمنظمات السياسية والأحزاب السياسية والشيء الجزري في هذا التحول هو حيادية الجيوش في هذه الدول الأفريقية التي كانت محايدة ولا تدخل في السلطة المدنية لذلك هذا التحول يؤشر بأن هناك ديمقراطية في قرب أفريقيا تشهدها هذه القارة في غربها وغير الدول الأخرى خصوصا في وسط أفريقيا أو في غرب الشرق أفريقيا وهو وجود توترات وانقلابات أسكرية لهذه الدول بالمقابل يشهد المناخ السياسي والحقوقي ببعض دول شمال أفريقيا خصوصا في تونس والجزائر حالة من الانسداد ويتسم أيضا بنوع من الغموض والضبابية حول مستقبل المسار الديمقراطي ماذا عن هذين البلدين الذين تبدو أجندتهم الانتخابية في مستوى كبير من الغموض الحقيقة ستشهد الجزائر زي ما الدول الأفريقية انتخابات رئاسية في السبتمبر القادم بعد أن تم تأجيلها ثلاثة أشهر على موعدها الذي كان مقررا في ديسمبر كانون الأولى من 2024 ورغم أن الرئيس يعني عارب تبون لم يعلن نية ولا ترشو حتى الآن إلا أن المؤشرات تقول أنه سيتجل خوض مؤمورية ثانية وتتميز علاقات بالانسجام مع المؤسسة الأسكرية التي لها دور كبير في مجريات الأحداث السياسية هذا المشهد نفسه سنشهده في تونس تونس يعني في تونس يعني استجري انتخابات في تونس نفسها الرئاسية في تونس في نوفمبر 22 المقبل في جو يتسم يعني بطراجع الحريات وتضييق الخناق على المعارضة يعني وقد شهدت تونس يعني في السنوات الأخيرة أزمات اقتصادية يعني كبيرة تمثلت في زيادة الأسئار وطراجع قيمة العمر وغيرها وهذا ما تشهده تونس والجزائر في هذه الحالة عندنا أيضا جنوب إفريقيا تعتبر انتخاباتها لافتة في ظل اتهام الرئيس الحالي بالفساد وتأزم أوضاع البلاد على أكثر من صعيد كيف تجد حظوظ الحزب الحاكم في الفوز بهذه الانتخابات وهو يخوض التنافس برئيس متهم بالفساد ورئيس سابق أيضا متهم بنفس التهمة تعاني جنوب أفريقيا من الفساد وانتشار البطالة في صعوب فشد وكذا ارتفاع أصوات الانتقادات بشأن تفشي عدم المساواة هذه الحالة نفسها في السياسة في السياسة وفي الانتخابات يعاني الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا أزمة حقيقية بينه وبين منتخبيه وهي المعاناة التي لم يعاني منها حزب لمدة فترة من الزمن ويعتقد المراقبين أكثر بأنه سيفقد أغلبيته في البرلمان إذن المحل الأسياسي أمين جبريل الوالي كنت معنا من جامنا شكرا جزيلا لك 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 مشاهدين مواكبة للعامل الانتخابي بامتياز في إفريقيا حيث من المنتظر إجراء 19 انتخابات 11 منها رئاسية يضع المغرب تجاربه وخبراته رهن إشارة إفريقيا ويفتح الباب أمام التكوين والتأهيل من أجل إنجاح العمليات الانتخابية بالقارة نتابع التقرير التالي لنها يوسف بعده نعود للنقاش انسجاما مع الخطاب الملكي أمام القمة الثامنة والعشرين للاتحاد الإفريقي بأديسا بابا والذي أكد أن من واجب إفريقيا أن تصادق على مساراتها الانتخابية بنفسها وتصون الاختيار الحر لمواطنها المغرب يتقاسم تجربته وخبرته في المسار الانتخابي مع أشقائه الأفارقة المملكة التي أرسد دعائم نموذج مجتمع ديمقراطي يقوم على سيادة القانون والفصل بين السلط واللا مركزية وإحداث آليات للرقابة والحكامة الجيدة تعول عليها إفريقيا من أجل تعزيز مسارها الديمقراطي من أحدث مظاهر ذلك التكوين الأخير لملاحظي لانتخابات الأفارقة الذي احتضنته العاصمة الرباط والسفاد منه أربعة وسبعون مشاركا من سبعة وأربعين بلدا إفريقيا يتعلق الأمر بثالث دورة تكوينية على التوالي كونت في المجموع مائة وخمسة وخمسين ملاحظا إفريقيا ذوي كفاءة سيراهن عليهم في إنجاح عديد عمليات الاقتراع التي تشهدها القارة خلال هذه السنة خطوة تعكس ثقة الاتحاد الإفريقي في المغرب وتطلع المملكة الدأوب إلى الدفع بقطار الديمقراطية والتنمية بالقارة من تعزيز عملية البناء وإحلال الأمن والسلام بمختلف ربوع إفريقيا المستقبل ومعنا في الستوديو المحلل السياسي والأستاذ الجامعي دكتور محمد العمراني بخمزة مرحبا بك دكتور مرحبا أهلا وسهلا دكتور بداية كيف تجد جهود المغرب من أجل إنجاح الديمقراطية في إفريقيا عبر البوابة الانتخابية سواء من خلال يعني تقاسم التجربة والخبرة أو من خلال أيضا تكوين وتأهيل ملاحظة الانتخابات وربما في طرس سياق الذي يجب أن نقرأ فيه مساهمة المغرب خاصة في مجال نقل تجربة ديمقراطية وأن المفوضة الإفريقية هي التي رأت أن المغرب هو الذي بإمكانه أن يساعد ويساهم في إنجاح العمليات الانتخابية بشكل عام في القرى الإفريقية وبالتالي هذه شهادة ربما لم تأذي من فرع هي جاءت بحكم أن المغرب خطى خطوات مهمة جدا على مستوى عملية الانتقال الديمقراطي التي مر بها ورغبته في ترسيخ تجربة ديمقراطية حقيقية فمن هذا المنطلق المغرب كما يعلم الجميع أنه يتوفر على سياسة إفريقية هذه السياسة الإفريقية تأخذ أبعاد متعددة يبقى العنصر الأساسي منها كذلك والعنصر السياسي إذن فإفريقية يتبحث عن ما يسمى بالحكامة السياسية والحكامة السياسية فيها جزء مهم جدا مرتبط بمجال النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص إلى غير ذلك إذن فمن هذا المنطلق هناك تلاقم بين رغبات المغرب وحاجيات القرى الإفريقية إذن فالمغرب كما هو معلوم أنه أخذ أو اعتمد آلية المراقبة للانتخابات لأنه يرغب في أن تكون هذه الانتخابات ذات مصداقية لكي تكون ذات مصداقية يجب أن تكون نازيهة وأن تكون شفافة وأن تنبثق عنها مؤسسات لها شرعيتها الشعبية المرتبطة بصنادق الاقتراع من هذا المنطلق كما هو معلوم أن المغرب ربما أنه راكم تجربة على مستوى ممارسته لمراقبة العملية الانتخابية إذن فربما 1997 والمغرب دأب على أن يخضع العمليات الانتخابية التي أجرها لهذا العنصر الذي أطحى من العناصر الأساسية في بصم النزاهة والشفافية على الانتخابات إذن فهذا الجانب الجانب الآخر هو أن المغرب استطاع أن يكون العديد من المراقبين في هذا المجال مواطنين مغاربة هيئات مغربية ساهمت بدورها في مراقبة الانتخابات في ربوع العالم ربما أن حتى الانتخابات الأمريكية ساهمت أو كان هناك مراقبين مغاربة حضروا وعاينوا الانتخابات كيف يتم إجراؤها إلى غير ذلك إذن فبتالي هناك شقين هناك أن التجربة الانتخابية في المغرب خضعت للمراقبة وكذلك أن المغاربة ساهموا في مراقبة الانتخابات في ربوع العالم إذن فمن هذا المنطلق هذه التجربة هي معدة ومهيئة لكي يتم نقلها إلى القرى الإفريقية التي هي الآن مقبلة على عمليات انتخابية متعددة ودائما كان الأساس أو ربما العنصر الذي يسيء لصورة الانتخابات في إفريقيا هو عنصر الشفافية والنزاع إذن فمن تم أن مساهمة المغرب وتلبيته لهذا الطلب الوارد عن المفوضية الإفريقية ويندرج ضمن هذه الالتقائية التي عبر عنها المغرب في أكثر من مرة المغرب مستعد لتقديم يد المساعدة إلى القرى الإفريقية هناك جانب لافت دكتور في هذا الإطار وهو أننا نتحدث عن مراقبين من 47 دولة إفريقية يعني إجماع كبير من طرف الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي على أهمية تجربة المغرب والسعي إلى نقلها إلى هذه البلدان الأخرى ثم الجانب أيضا المتعلق بالمصداقية والثقة من طرف الاتحاد الإفريقي كمؤسسة خصوصا بعد عودة المغرب إلى حضنه الإفريقي ماذا عن هذا الجانب؟ في هذه النقطة بالدات أن المغرب ربما يجب أن نستوعب الأدوار والوظائف التي يقوم بها حاليا فالمغرب يرغب في أن تصبح إفريقيا قارة قادرة على أن تعتمد على نفسها قادرة على أن تجيب عن الإكرهات المتعددة التي تواجه القارة الإفريقية إذن فأبناء القارة الإفريقية هذا مطلب مغربي منذ عودته إلى المؤسسات الإفريقية وهو يحط عليها إفريقيا يجب أن تنهض بأبنائها إذن فمن هذا المنطلق المغرب يساهم في محاور متعددة من العمليات المتعلقة بتنمية إفريقيا وكما قلنا الآن نتحدث عن الحكامة السياسية فهذا يعطي مصداقية لكل المبادرات المغربية ويعطي مصداقية للعمل الذي يقوم به المغرب لصالح القارة الإفريقية إذن فهذه المصداقية هو رأس مال حقيقي بالنسبة للمغرب يحاول دائما أن يستثمره لصالح القارة وكذلك يحافظ عليه المغرب دائما في مبادراته يحاول أن يكون جادا وأن تظهر تلك الجدية مع النتائج المحققة إذن الآن وصلنا إلى عدد مهم جدا ممن حضوا بهذه الفرصة المتعلقة بالمراقبة لذلك فالقارة الإفريقية لها خصوصياتها على المستجربة الديمقراطية إذن فمن الضروري أن تكون حتى الآليات المرتبطة بالعمليات الديمقراطية يجب أن تكون كذلك من صربة هذه القارة المغرب يقدم لهذه القارة تجربة نبتت في القارة الإفريقية وقابلة على أن وليست مستوردة وليست مستوردة لأن الكل يعلم حاليا أن الديمقراطية خاصة الديمقراطية التمثيلية تعيش أزمة أزمة حقيقية نتحدث دائما الآن بشكل واضح عن كون أن الديمقراطية التمثيلية تعيش أزمة إذن فلا يمكن أن ننقل تجربة تعيش أزمة التجربة الديمقراطية خاصة في العالم الغربي تعيش أزمة حقيقية الآن هناك البحث عن حلول لمواجهتها الأزمة عبر تقويات المجتمع المدني عبر منح الآليات الانتخابية أن تكون متلائمة مع واقع القارة الإفريقية إلى غير ذلك فبالتالي المغرب الذي استطاع أن يراكم تجربة محترمة على المستوى الممارسة الديمقراطية يمكنه أن ينقلها إلى باقي الدول الإفريقية وهذا هو سر نجاح كل المجهودات التي يبدو لها المغرب في هذا المجال لذلك عندما قمنا بالدورة السكوينية الأولى في 2022 وكان هناك لحظات انتخابية في القارة الإفريقية وساهم هؤلاء الملاحدون في مراقبة الانتخابات فنلاحظ الآن أننا نسير في اتجاه صحيح على مستوى تجربة الديمقراطية في إفريقيا لربما يكون عنصر من عناصر نجاحها هو إدراج هذه الآلية آلية المراقبة لأننا لاحظنا كيف كان هناك انتقال سلس للسلطة في العديد من الدول الإفريقية نفتخر بها صراحة قد نفتخر بتجربة سينيغالية هي تجربة رائدة الآن أعطى الدروس حقيقية في تدبير الأزمات السياسية كيف أنه تم إشراك المؤسسات السياسية والدستورية في مواجهة معضلة سياسية واجهتها السينيغال وكان هناك تشكيك فلاحظنا كيف أن الكل لجأ إلى المجلس الدستوري والكل خضع لقرار المجلس الدستوري لذلك فكما قلت أن هذه الآلية آلية المراقبة التي أصبحت آلية معتبدة من قبل المفوضية الأوروبية هي مساهمة من ضمن العديد من الأمور الأخرى التي يساهم بها المغرب لأن كما قلت العملية الديمقراطية هي عملية متعددة الأبعاد ولكن ربما أننا في كل مرة القرى الإفريقية تخطو خطوات بثبات نحو هذه الديمقراطية رغم أن في بعض الأحيان شاهدنا مثلا في خلال هذه السنة وكذلك السنة الفارطة بعض عمليات الانتقال السياسي خارج العملية الدستورية ولكنها تعود في آخر المطاف إلى أحضان العملية الدستورية لذلك كأن هناك قناعة الآن لدى جميع مكونات القرى الإفريقية على كون أن المصار الديمقراطي هو المصار الوحيد نحو الاستقرار ونحو التنمية دكتور هناك جانب أساسي جدا في هذه التجربة المغربية وهو البعد الشمولي في سياسة المملكة تجاه القرى الإفريقية بالإضافة إلى ما هو اقتصادي وتجاري وأمني وديني أيضا الآن هناك محاولة تجذير نقل هذه التجربة المتعلقة بالمسار الديمقراطي والتجربة الديمقراطية وأيضا بتعزيز البعد المتعلق بالمراقبة الانتخابية ماذا عن الطابع الشمولي لسياسة المملكة تجاه إفريقيا؟ إفريقيا عاشت أزمات مركبة وتجريب مجموعة من الوسائل أو من الحلول التي لم تكن مترابطة فيما بينها في كثير من الأحيان كانت المقاربة الأمنية أو العسكرية المقاربة المعتمدة في حل أزمات القرى الإفريقية تضح أنها لم تؤتي أكلها ولم تسمح للقرى الإفريقية أن تقتل خطوات التي تستحقها بحكم الإمكانات التي تتوفر عليها لذلك فالمغرب من خلال سياسته الإفريقية نلاحظ أن له تصور متكامل لأنه ينطلق من تجربته الداتية لنقلها إلى باقي الدول الإفريقية المغرب لا يعيش حالة أنانية مفرطة كما بعض الدول المغرب يعتبر أن مستقبله هو مرتبط بتطور القرى الإفريقية يؤمن بذلك إذن فهو أجندته نحو إفريقيا هي مرتبطة بكونه يعمل على تشبيك مصالحه مع الأفارقة تلاحظون أن المبادرات التي يتقدم بها المغرب هي كلها مبادرات تدمج أكثر من دولة في مشروع واحد عندما نتحدث عن أنبوب الغاز نيجيريا المغرب فنحن نتحدث عن 15 دولة عندما نتحدث عن نموذج عن الأفق الأطلسي لإفريقيا أكثر من 17 دولة فماذا يعني ذلك؟ أن جميع المبادرات التي يتقدم بها المغرب مفادها أن إفريقيا في حاجة إلى هذا النوع من المشاريع التي تدمج مكونات القرى الإفريقية لأن القرى الإفريقية من خصوصياتها أنها متكاملة فيما بينها عندما تشغل الدول الإفريقية بشكل منفرد ومعزول فهي لا تحقق أي نتائج ولكن عندما يكون هناك تعاون تكون هناك شركة فتكون هناك نتائج إيجابية كذلك هناك نقطة أخرى للعسف الشديد أن الآخر دائما كان يسوق بعض الأمور بالنسبة للقرى الإفريقية وكأنه قدر محتوم وأن القرى الإفريقية هي مصدر للنزاعات والاستقرار المغرب على العكس من ذلك يحاول ما أمكن أن يرسم صورة أخرى عن إفريقيا فالهجرة التي طالما الغرب دائما كان يتشدق بكون أن الهجرة الغير الشرعية أنها تسيء لأوروبا وتسيء إلى القرى الإفريقية تضح العكس أن الهجرة هي على العكس من ذلك هي فرصة وليست مشكلة نتم تضخيمها ورسم الصورة السلبية نتحدث عن الشباب الإفريقي كذلك الشباب الإفريقي هو بالنسبة للمغرب هو فرصة يجب التعامل معه ليس كمشكل بل كفرصة يجب استثمارها من أجل التنمية لذلك فتصور المغرب للقرى الإفريقية هو تصور شمولي بأبعاد متعددة ولكنه لا يقتصر على الخطاب المغرب ليست دولة شعارات المغرب دولة فعل وعمل على أرض الواقع لذلك نرى مبادرات قابلة للتنزيل ونرى إنجاز ملموس وخاصة عندما نتحدث عن الأرقام كالمراقبين المكونين في هذه النسخ الثلاث للملاحدين دكتور على ذكر المشاريع ذات البعد التنموي للقرى الإفريقية كمشروع مبوب الغاز المغرب نيجيريا وأيضا المبادرة الملكية الأطلسية هذا يحلني إلى السؤال بشأن تعاون جنوب جنوب الذي أرسل مغرب أسسه ليحكم علاقاته بعمقه الإفريقي منطق رابح رابح إلى أي حد أثبت نجاعته وما مدحجت إفريقيا إلى ربط شراكات على غراره مع الآخر الأوروبي والدولي بشكل عام الآن هناك وعي جماعي لدى القرى الإفريقية أن الغرب استنزف ولم يقدم إذن فبالتالي هذا الوضع أو طبيعة هذا الوعي ينسجم بشكل كبير جدا مع السياسة الإفريقية للمغرب التي تقول بأن أبناء إفريقيا هم الأولى بتنمية إفريقيا لذلك فالمشاريع التي تقدم هي تأخذ بعين الاعتبار خصوصية القرى الإفريقية إلى درجة أن المغرب في واقع الأمر يبدو المجهودات مضاعفة بشكل كبير جدا فهو ينمي نفسه في نفس الأمر أو في نفس السياق يقوم بنقل تجربته إلى الدول الإفريقية فكثير إلى درجة أننا أصبحنا ننتج نسخ شبيهة بالنسخ التي تنتج في المغرب ويتم تصديرها فنلاحظ مثلا من أجل تحقيق السيادة الغدائية في إفريقيا المغرب عبر لوسيبي يحاول تطوير نوع من الأسمدة التي يتلائم مع التربة الإفريقية فهذا يعني أن المغرب يقوم بتنزيل مشاريع فعلية وحقيقية وقابل النجاح للمساهمة في تنمية إفريقيا الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي دكتور محمد العمراني بخفزة شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات شكرا لكم مشاهدين الكرام شكرا لفريق العمل وشكر لكم يمكنكم مشاهدين ومتابعة هذا البرنامج وغيرهم برامج ميديان تيفي على موقعنا على الانترنت ميديان تيفي بوين كوم نلتقي الأسبوع المقبلة في حلقة جديدة من برنامج عين على إفريقيا إلا نعم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة